السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متتابعات ومرحبا بكم في القناة فيديو جديد ووصفة جديدة واليوم سنشارك معكم وصفة تعجين جواز بالمركز الوصفة التي طلبتها مني بزف بزف على الصفحة ديالي في الفاسبوك المهم نتمنى انكم تفرجوا الفيديو من الاول الى الاخر على كل حال سيكون فيديو قصير ماشي طويل هنا كم عليكم تشوفوا جبت التعجين ديالي وحطيت البصلة البصلة دائما تكون هي في تحتها باش تطلق لنا ذاك المدية لها نستعملت البصل الاحمر لانه صحي الى الاخر الخضر اللي كون متواجدين عندكم انا عملت البطاطا والقرعة والطوماتيش والمركز ادروا تضيفوا باقي الخضر اللي كما البرانية المام الفلفل تحطوهم الفوق هكذا جوازت على الحار يجي ما شاء الله لا ما كانش عندي الفلفل الحار وإلا يجي هايل تانيك بالفلفل الحار اهنا جبت التعجين ديالي حطيت عليها البصلة هذا التعجين لبنات شيتو من تاجي ماكس بالنسبة لبنات اللي ساكي هنا في امريكا لانه بساف اللي ساوني عليه شيتو من تاجي ماكس مرة على مرة يجيبوهم شي دائما حطيت البصلة راح نحط البطاطا وما بعد راح نزيد نحط باقي الخضر كما القرعة والطوماتيش دائما دائما تبدو بالخضر اللي تبط اللي تبطى في الطياب هي اللي تحطوها في طبقة الاولى يعني في اي طاجين تبدو بالخضرات اللي تحسوها باللي تبط شوية في الطياب هنا راح ننصدف كم الخضرات ديالي قوم بعد نبشو التتبيلة التتبيلة واش استعملت ما كترش بزاف تتبيلة لانه المرقاز ديالي هو اصلا متبر يعني فيه زي بيس وزيد حار يعني اليوم ما راحش نعمل تفاوه تفاوه هو الفلفل اسود ما راحش نعمله في الطاجين ديالي لانه المرقاز راح عندي حار وهدا المرقاز ماشي مش شحم بزاف يعني ما يطلق ليش بزاف لي دام عمر غالبا غير باللحم ما فيش شحم بزاف قالوا هنا جبت الماء من الاحسن اللي زي بيس ما تحطوهم شو من الفوق فالطاجين حاولوا تعملوا هدي الطريقة تجيبوا الماء هكدا لحسب الكمية اللي راح تستعملوها لانه طاجين ما يحبش بزاف الماء قالوا عملت شوية تعال ملح ورح نعمل سك جبير لانه الباطاطا تحب سك جبير يجيب نينة بزاف بزاف السك جبير قالوا مبعده راح نزيد نضيف يعني الفلفل الاحمر لانه انا شوفوا اللي بنات نحب نعمل فلفل احمر وزعفران نحب اللون يكون نص نص دافوا نعمل هاكدا فلفل احمر لكن غالبا نخلط عملت فلفل احمر نخلطه مع بعدياتهم وبعض وهنا راح نضيف زعفران الشعراء ما عارفين صحي عندو واحد النكهة خاصة ويعطينا واحد اللون تانيك ما شاء الله شوفوا ماشي قدلول قدل راحة اللي يعطيها لكم في الطاجين ديالكم يعني بالنسبة لبناء تانكليس السيطوني اللي ما نشريه يجيبوه تاجي ماكس ويجيبوه مارشال ونشريه من المحلات العربية والهندية الهندية اللي يبيعوه بزاف قالوا شدتو خلط كلش ومبعد رميتو هاكدا باش الخضرات ديالي كامل تتشرب هادو كليزي بيس وزيد غير شوية زيت الزيتون هدا مكان لانو المرقاس هو ديناتو ما فيش هادا بزاف تاليدا وهنا راح ندير روزماري هو الاكل الجابة اذا ما نشغل ده اختياري راح نضيفوه هاكدا ملفوه هدا مكان وخلاص طاجين ديالي راح جاهز نعمل واكس بيبر اختياري تقدرو ما تعملوش وراح نحطه على النار مهيلة الطاجين يحبي طيب على النار مهيلة المهم في اقل من ساعة اه طاجين ديالي كان جاهز يعني بالما نحط لاشا طيب تو تم تم يكون جاهز لانو الخضرات اللي عملتها كامل الطيب الخف خليتو على النار مهيلة ودوك تشوفو النتيجة ما شاء الله شاهدكم في الجنة يجي واحد الطاجين ما شاء الله لا شكلا نولها ما داقان يجي بنين بزاف بزاف هنضفت شوية القصبر المجفف اختياري وكما راكم تشوفو كل شهابط بحدو طماطي شهابطة ديك الباطاطا ما شاء الله نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وترجعو لي الخبر طاجين سهل ما هل تحضره في اقصى وقت يعني ما يخد لك شوكس كتير ويجي بنين الاغلبات هناك ونصلت الى نهاية الفيديو نتمنى ان شاء الله ان يكون عجبكم واذا عجبكم بكل عادة ما تنسوش تدعبوني باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ومع لي معقولكم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة